بالتوازي مع ارتفاع معدلات نمو السكاني هذا ما يتطلب بدوره حلولا سريعة وعاجلة كالبناء العمود الجاهز أو مسبق الدفع حتى الذي تتعامل معه دول أخرى كالصين مثلا الذي تعتبر أو التي تعتبر أبرز مشتري لنفط العراقي هكذا استراتيجيات هل تتوفر الأدوات اللازمة لتسهيل تطبيقها في بلدك العراق يعني ما نتحدث به كلنا ندور بنفس آليات وبنفس الحلول يعني هي ليست فقط في المصر والصين تركيا أيضا حلت المشكلة الماليزيا حلت المشكلة بهذه الطريقة لم يتم التعاقد مع الشركات وتقوم بعملية البناء الجاهز لا يمكن اليوم حل مشكلة السكن بالبناء الأفقي أبدا لأنه إحنا سنويا نحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية نسبة الزيادة بالسكان دا تكون الاثنين ونصف بالمئة دا تؤدي زيادة مليون نسمة سنويا وهذا يحتاج لها إلى 200 ألف وحدة سكنية إحنا في عام 2004 كنا نتحدث عن مليون ونصف الآن دا نتحدث عن أربعة ملايين وأربعة ملايين ونصف وخمسة ملايين وحدة سكنية هذا بالتأكيد طالما أنه أنتوا ما عدكم إمكانية أنا دا أتحدث عن الدولة ما عدكم إمكانية تدعون أنه لا تمتلكون القرار فينبغي أن يتم الاتفاق مع شركات عالمية رصينة والصين طالما هي عدها الاستعداد وعدها القدرة ليس فقط الصين وأنما دول كثيرة وشركات عالمية كثيرة عدها استعداد أن تبني بالآجل وتعمل بنفس الطريقة التي عملت بها مصر في بناء وحداتها السكنية يعني إحنا مثلا من نتحدث هي مشكلتنا الآن وين مشكلتنا أنه خربنا المدن الآن عملية التقطيع اللي موجودة في مدينة بغداد شوهت منظر المدينة العملية الاستحداث دا يكون في المناطق القريبة وصبحت كثافة سكانية عالية فينبغي أن ننفتح على خارج المدينة والأمر الآخر أن العشوائيات حل العشوائيات ليس عن طي قطعة أرض هو ما لاقي ياكل عن طي قطعة أرض شلون يبنيها وعلى أي تصميم يبنيها ولذلك تشوفوا إحنا ما عندنا هوية للمدينة في حين ننزور الدول الأخرى نجد أن المدن لها نفس الطراز نفس التخطيط